نداء الى اهل السنة في العراق حطموا النظام البرلماني الطائفي واخرجوا من قمقمكم الطائفي ولعموا فكرة النظام الرئاسي فهو خير لكم وللعراق هذا النداء وجهته قبل ساعات واقترحت على الاخوة السنة ان يعملوا من اجل تغيير الدستور العراقي تغيير النظام البرلماني الى نظام رئاسي فعلق عدد من الاخوة وكان هناك تعليق لافت من الاخ عايد الافليح حول النظام الرئاسي كتب يقول هل يصلح للعراق ام لا في المرحلة الراهنة النظام الرئاسي يقول ينظر العديد من المهتمين بالشأن السياسي للنظام الرئاسي باعتباره نظاما مناسبا للحكم في العراق وبإمكانه حل الكثير من المشاكل التي انتجها تطبيق النظام البرلماني الحالي ونحن لسنا بصدد التنظير الاكاديمي لما هي النظام الرئاسي وانما نختصره بان هذا النظام ينقسم الى كسمين رئيسيين واحد نظام رئاسي عام رئيس له صلاحيات دون رئيس وزراء مع برلمان كما في الولايات المتحدة الامريكية وغيرها اثنين نظام رئاسي مختلط شبه رئاسي يعني رئيس مع رئيس وزراء مع برلمان كما في مصر وفرنسا وغيرها وبالطبع لا يعني ان وجود رئيس ورئيس وزراء في اي دولة ان نظامها رئاسي فالعراق والمانيا وايطاليا نظامها برلماني وفيه هذه المناصب فيه ايضا رئيس جمهورية النظام الرئاسي اثبت نجاحه في الكثير من الدول ولكن هل ينجح في العراق؟ تلعب التنشئ السياسية والبيئة الاجتماعية دورا في ذلك ويصعب تطبيقه في المجتمعات المقسمة نفسيا وفكريا ومناطقيا على اسس طائفية وعرقية فمثلا لو طبقنا هذا النظام في العراق ماذا يحصل؟ وفق سياقات النظام نفسه واحد سيكون رئيس الجمهورية منتخبا من قبل الشعب مباشرة وليس من قبل مجلس النواب كما هو الآن ولأن الأغلبية الشيعية وتتجاوز 65% سينتخب الرئيس من الطائفة الشيعية في الأغلب مع أغلبية سياسية شيعية في البرلمان وهنا ندخل في حالة من احتكار السلطة وتهميش الآخرين اثنين وفق النظام المختلط سيقوم الرئيس بتكليف زعيم الأغلبية البرلمانية لتشكيل الحكومة وبما أن الشيعة هم الأغلبية سيكون رئيس الوزراء ووزرائه من المكون الشيعي رئيس ورئيس وزراء من مكون واحد ثلاثة إذا قام الرئيس الشيعي بين قوسين بتكليف سياسي سني أو كردي لتشكيل الحكومة ماذا سيحصل؟ لن يتم ذلك لأن أي حكومة تحتاج لمحيها ثقة من البرلمان وفق نظام الأغلبية نصف زائدا واحد ولأن الأغلبية البرلمانية شيعية يستحيل تحقيق ذلك أربعة هناك إشكالية ستظهر وهي وفق السؤال التالي هل من الممكن دائما أن تكون الغالبية البرلمانية هي من نفس حزب الرئيس المنتخب؟ ربما نعم وربما لا فبوجود غالبية برلمانية ليست من حزب الرئيس سيؤدي ذلك إلى تعطيل البرلمان والحكومة وإذا كان حزبه أو كتلته هي الغالبية سيتحول الحكم إلى حكم إقصائي للمكونات السياسية وربما القومية إذن ما هو الحل؟ يقول الأخ عايد الحل بتطوير العمل بالنظام البرلماني الحالي وفق ما يلي واحد إنشاء أحزاب جديدة وفق أسس وطنية تنظيمية وليس وفق أسس طائفية وقومية اثنين إلغاء ظاهرة التوافق والمحاصصة السياسية ثلاثة تعديل الدستور وقانون الانتخاب الحالي أربعة التوجه نحو قيام ثورة فكرية وسلوكية في المجتمع وجهتها الحرية وتقبل الرأي الآخر والمشاركة في الوطن خمسة تعزيز مبدأ الولاء والوطنية ستة قيام حكومة وفق حالة الأغلبية البرلمانية الوطنية عيد وقد أجبته بما يلي شكرا أستاذ عيد على مداخلتك القيمة وأنا أرى أن العراق يسير باتجاه المقترحات التي قدمتها في نهاية مداخلتك فقد خف الشعور الطائفي لدى الشيعة بعد تجربتهم السلبية للحكام الشيعة بن قوسين ولم يعودوا يفرقون بين شيعي وسني ينتمي بالهوية إلى التاريخ العاطفي والطائفي ولكنه يمارس ظلما على أبناء جلدته وربما وثقوا بشخصيات وطنية من غير الشيعة وقد وثقوا فينتخبونهم في ظل ثقافة وطنية ديمقراطية وأحزاب وطنية ديمقراطية ودستور يؤمن التعددية والصحافة الحرة والقضاء المسلقل وهذا ما يطمئن ما يسمى بالأكثرية الشيعية من احتمال استبدال الحاكم السني بن قوسين بالسلطة إذا أصبح رئيس الجمهورية سنيا أو الانقلاب على الديمقراطية لأن الوضع كله لا يسمح له بذلك وذلك لأن قوة الأحزاب والكتل المختلفة على أرض الواقع وترسيخ النظام والثقافة الديمقراطيتين تمنعان من تحول الرئيس إلى ديكتاتور وإذا لم يكن الشعب ديمقراطيا بمعنى أن المعادلات السياسية كانت مختلة فإن احتمال تحول رئيس الوزراء الشيعي بن قوسين إلى ديكتاتور قائمة أيضا ومن هنا يتضح بأن ما يمنع الدكتاتورية هو الشعب الديمقراطي الحاضر في الساحة يعني وغياب هذا الشعب هو الذي يسمح بالديكتاتورية وأن الفارق بين النظامين الرئاسي والبرلماني هو أن النظام الحالي البرلماني يسد الباب أمام السنة لتبوء منصب الرئاسة العليا الرئاسة الوزراء يعني نهائيا ما يمكن في ظل هالمعادلات القائمة وهو ما يؤسس لعقدة لديهم بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية ويعزز لديهم الروح الطائفية ومحاولات تهديم هذا النظام والتخلص منه بأي وسيلة حتى عن طريق داعش أو الانقلاب العسكري بينما النظام الرئاسي يوفر لهم المساواة الوطنية وينتشلهم من الثقافة الطائفية والعقدة الطائفية ويدمجهم مع سائر المواطنين الذين كانوا يسمون شيعة ولم يبق لديهم إلا الاسم فإذا أجل رئيس مثلا سني ورشح نفسه وخاطب الجماهير العراقية الشيعية مثلا سوف يتفاعلون معه بالتأكيد والسؤال الآن هل أن نظام الرئاسي يقوم بكل ذلك التطور الإيجابي اللا طائفي الوطني يعني هو النظام يبدأ بهذه العملية أم أن التطور اللا طائفي يجب أن يسبق تغيير النظام البرلماني إلى رئاسي كما أقترح الأستاذ عايد أم يجب أن نبدأ بالاثنين معا وفي نفس الوقت الآن الآن وليس غدا يعني في الوقت نغير النظام من برلماني إلى دستوري نعمل على تعزيز الثقافة الوطنية اللا طائفية واللا عنصرية حتى نصل إلى حالة من الوحدة الوطنية ونحصل على نظام رئاسي قوي يحقق الاستقلال وينفذ المشاريع التي يستهدفها ويضعها أمامه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة